أهلاً وسهلاً بكم في قناة بوسي كوروشي سأقوم بعمل مع بعض واحدة مفرش أو بطانية ممكن نقوم بعملها مفرش صفرة أو مفرش للصالون شكلها جميلة سأقوم بعمل الدايرة السحرية بعد ما عملنا الدايرة السحرية هنشتغل سلسلة بعد كده هشتغل جوة الدايرة تمانية غرزة حشو واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة اشتغلت الدايرة السحرية واشتغلت جواها تمانية حشو بعد كده هقفل الدايرة بعد كده هروح لأول غرزة حشو اشتغلتها وهقفل بيها بغرزة منزلقة تطول معي دايرة بالشكل ده كده بعد كده هشتغل تلاتة سلسلة في نفس المكان اللي اشتغلت منه التلاتة سلسلة هدخل وعمل كمان غرزة عمود بلفة يبقى في نفس اشتغلت تلاتة سلسلة ونفس المكان اشتغلت كمان غرزة عمود بلفة بعد كده هشتغل تلاتة سلسلة وهروح للغرزة اللي بعديها على طول وهشتغل فيها تنين غرزة عمود بلفة مش كاملة بلف الخيط وبطلع من حلقتين وبسيب حلقتين على الابرة بلف الخيط على الابرة تاني وبدخل في نفس المكان واسحب الخيط وبلف الخيط وبطلع من حلقتين بيتبقى معي تلات حلقات بلف الخيط وبطلع من تلات حلقات مع بعض بعد كده هشتغل تلاتة سلسلة وهروح برضو للغرزة اللي بعديها وهشتغل فيها تنين غرزة عمود بلفة مش كاملة بعد كده بشتغل تلاتة سلسلة وبروح للغرزة اللي بعديها وبشتغل فيها تنين غرزة عمود بلفة مش كاملة بلف الخيط وبطلع من تلات حلقات بعد كده بشتغل تلاتة سلسلة وبروح للغرزة اللي بعديها على طول وبشتغل فيها تنين غرزة عمود بلفة مش كاملة كده بيتبقى معي تلات حلقات بلف الخيط وبطلع من تلات حلقات مع بعض وبشتغل تلاتة سلسلة وبروح للغرزة اللي بعديها وبشتغل فيها تنين غرزة عمود بلفة مش كاملة بقى 3 حلقات بلف الخيط وبطلع من 3 حلقات مع بعض وبعد كده بشتغل 3 سلسلة وبلف الخيط على الابرة وبروح للغرزة اللي بعديها وبشتغل فيها 2 غرزة عمود بلفة مش كاملة بلف الخيط وبطلع من 3 حلقات مع بعض وبعد كده بشتغل 3 سلسلة وبروح عند اخر غرزة وبشتغل فيها 2 غرزة عمود بلفة مش كاملة كده تكون معي كم فراغ واحد 2 3 4 5 6 7 بعد كده هرتفع 3 سلسلة وهروح عند غرزة العمود بلفة اللي انا كنت عملتها بسيب السلاسل خالص وبروح عند غرزة العمود بلفة وبدخل في الغرزة من فوق وبعمل غرزة منظل هتكون معي بالشكل ده كده انا كنت عملت 8 حشو هيتكون معي 8 فراغ واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تمانية فراغ من 3 سلسلة بعد كده هرتفع سلسلة وفي نفس المكان هدخل وعمل غرزة حشو بعد كده هشتغل 5 سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وهروح للغرزة اللي بعد ذيها اللي هي الاتنين عمود بلفة اللي انا كنت بعملهم هروح للغرزة فيهم من فوق وهدخل وعمل غرزة حشو بعد كده هشتغل خمسة سلسلة وهروح برضو للزاوية اللي بعد يوم على طوله هشتغل فيها غرزة حشو اللي هي غرزة الاتنين عمود العمود باتنين لفة العمود بلفة قصدي اللي انا كنت بعملها الغرزة المجمعة هدخل فيها وهعمل فيها غرزة حشو وبعد كده هشتغل خمسة سلسلة وهروح للغرزة بتاعت العمود بلفة اللي انا كنت بعملهم الغرزة المجمعة وهدخل فيها وبعمل غرزة حشو وبعد كده هشتغل خمسة سلسلة وهروح برضو للغرزة المجمعة بتاعة العمود اللي كنت بعملهم هدخل فيها وهعمل فيها غرزة حشو وهفضل ماشية بنفس الطريقة هتكون معي 8 فرغات في نهاية الدور من الخمسة السلسلة هكمل بنفس الطريقة الآخر الدور وهركع لكتين وفي تلت ماشية بنفس الطريقة وآخر حاجة هرتفع ارتفعت خمسة سلسلة وهروح هندأول غرزة حشو عملتها وهشتغل فيها غرزة منزلقة يبقى تكون معي 8 فرغات من الخمسة سلسلة 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 هنتقل للراوند بعد كده هرتفع سلسلة وفي نفس المكان هدخل وعمل غرزة حشو بعد كده هشتغل 4 سلسلة 1, 2, 3, 4 وهدخل في فراغ الخمسة سلسلة ده وهشتغل فيه 5 غرزة عمود بلفة مش قبلة انا بدخل جوه الفراغ وبسحب الخيط وبلف وبطلع من حلقتين كده اول غرزة عمود بلفة تاني بدخل جوه الفراغ وبسحب الخيط وبلف الخيط على الابرة وبطلع من حلقتين دي كده تاني غرزة كده تالت غرزة كده ربع غرزة كده خامس غرزة في نهاية الدور هيتكون معي 6 حلقات 1, 2, 3, 4, 5, 6 بلف الخيط وبطلع من 6 حلقات مع بعض بعد كده هشتغل 4 سلسلة 1, 2, 3, 4 واروح هنا عند غرزة الحشو اللي كنت بعملها في الدور اللي فات وهشتغل فيها غرزة حشو تكون معي بالشكل ده كده بعد كده هشتغل 4 سلسلة وبرده هشتغل في فراغ الخمسة سلسلة اللي بعدها على طول هشتغل فيه 5 غرزة عمود بلفها مش كاملة كده اول واحد كده التاني ثلاثة أربعة خمسة تكون معي 6 حلقات 1, 2, 3, 4, 5, 6 بلف الخيط وبطلع من 6 حلقات مع بعض وبعد كده بشتغل 4 سلسلة وبروح عند غرزة الحشو اللي كنت عملتها في الراوند اللي فات وبدخل فيها وبعمل فيها غرزة حشو تكون معي بالشكل ده كده تاني بشتغل أربعة سلسلة وبروح لفراغ الهامسة سلسلة وبشتغل فيه 5 غرزة عمود بلفها مش كاملة كده واحد كده اتنين كده تلاتة كده أربعة كده خمسة بقى 6 حلقات على القبرة بلف الخيط وبطلع من 6 حلقات مع بعض بعد كده بشتغل أربعة سلسلة وبروح لف غرزة الحشو اللي بعديها في الدور اللي كنت عملتها في الراوند اللي فات وبدخل فيها وبعمل غرزة حشو وبفضل كده مكملة بنفس الطريقة ان انا بارتفع أربعة سلسلة وبروح لفراغ الخمسة سلسلة اللي بعديه بشتغل فيه خمسة غرزة عمود بلفها مش كاملة وبعد كده بشتغل أربعة سلسلة وبروح عند غرزة الحشو وبعمل فيها غرزة حشو هكمل بنفس الطريقة الآخر وارجع لكم تاني ووصلت لنهاية الدور واشتغلت آخر بطلة الوقت هارتفع أربعة سلسلة واحد اتنين تلاتة أربعة وهنا هروح هندقل وغرزة حشو اشتغلتها وهاشتغل فيها غرزة منزلقة هتكون معي بالشكل ده كده اشتغل الراويند الأخير وارتفع أربعة سلسلة لقبل ما ارتفع الأربعة سلسلة نعملت منزلقة بعد كده بارتفع سلسلة وبدخل في نفس المكان وبشتغل غرزة حشو بعد كده بشتغل أربعة سلسلة هنا وبروح عند الغرزة اللي هنا أنا كنت ارتفعت في الدور اللي فيهات أربعة عمود بلفة هيكون لهم غرزة هنا كده بدخل فيها وبشتغل غرزة حشو وبعد كده بشتغل تلاتة سلسلة وباروح للغرزة اللي هي بعديها هنا هنا أنا عندي غرزين أول مرة بدخل وبعمل غرزة حشو بعد كده بدخل وبشتغل حشو بعد ما بارتفع التلاتة سلسلة نكون معي بالشكل ده كده بعد كده بشتغل أربعة سلسلة هنا وبروح عند غرزة الحشو وبشتغل فيها غرزة حشو بالشكل ده كده وبفضل مشي بشتغل أربعة سلسلة وبروح هنا عند الغرزة اللي فوق وبشتغل فيها غرزة حشو وبعد كده بارتفع تلاتة سلسلة وبروح هنا برضو في الغرزة اللي بعديها وبشتغل غرزة حشو بعد كده بارتفع أربعة سلسلة وبروح عند غرزة الحشو وبشتغل فيها غرزة حشو بالشكل ده كده بارتفع أربعة سلسلة وبروح هنا عند الغرزة دي وبشتغل فيها غرزة حشو وبعد كده بشتغل تلاتة سلسلة وبشتغل في الغرزة اللي بعديها غرزة حشو وبشتغل أربعة سلسلة وبروح عند غرزة الحشو وبشتغل فوقيها غرزة حشو بتكون معي زاوية بالشكل ده كده هكمل بنفس الطريقة لآخر الدور وهرجع لك دين اشتغلت بنفس الطريقة ووصلت لنهاية الدور وبعد كده اشتغلت أربعة سلسلة وهروح عند أول غرزة حشو عملتها وبشتغل فيها غرزة حشو بعد كده بقص الخيط الزيادة وبدخله في الشغل بتكون معي وحدة بالشكل ده كده ممكن نشبكهم في بعض احنا بنشبك في بتلتين وتبقى مفرش في الغرزة اللي في النص بنشبك فيها بنعملها مفرش صفرة كبير تكون معي وحدة بالشكل ده كده لو أعجبكم الفيديو أو استفدتم منه اعملوا لايك وشير واشتراك في القناة اشتركوا في القناة